لو سمحت شخص متوفى ولقينا نقطة في ديون عليه الاسماء اللي مكتوبة مكتوب الاسم الاول فقط احنا عرفنا نوصل لناس منهم ومبلغناهم اننا عاوزين نسد الدين وقالوا مسامحين وفي ناس مش عارفنهم خالص نعمل ايه لو ما قدرناش نوصل ليهم ممكن نخرج المبلغ ده لوجه الله وشكرا لحضرتكم اه بس احنا لو خرجنا لي واجه الله هم لو جم يطلبوا بيه ومعاهم ادل على ده ان اديهم فلوسهم برضو يعني ما ينفعش ان هو ليه دين فهو جايب يقولك انا عندي دين وعندي وثيقة تثبت ان انا عندي دين والنوتة مكتوب فيها اسمي فما ينفعش تقوله ايه اصلا انت صدقت عنك لا انت لو تصدقت بمقدر هذا المال عن هؤلاء الناس انت بتتصدق لكن ما ينفعش والناس لسه موجودين ان انت تعمل ايه تتصدق عنهم الا اذا سد تماما الوصول اليه يعني بحثت فيه كل الناس اللي انتو تعرفوهم ومش قدير انتو وصلوا لهم ابدا ابدا هل سيعاوم هذا المال كمال اللقطة بمعنى ايه ان اللقطة التي لا نعرف صاحبها هناك مشرب بيقوله ومدخل بيقوله قوي بيقول ان انت تصدق بيها على اسماء اصحابه بس اذا كانوا ام جم ايه لا يحصل انت هتردلهم من الاموال دي ولذلك انا شايف ان احنا نستمر اول عندي اجرائين ان احنا نستمر في السؤال عن الناس والبحث عنهم مش قادرين ان نوصل لهم المسألة ان هذه الاموال يتم حفظها واذا عاد الناس وسألوا عنها سددناها لهم لان ممكن الفلوس دي احنا ما نبقاش معانا فلوس نسددها ليهم لان احنا تصرفنا في هذا المال قبل ان يصلوا اليه طيب اذا بقى يقسنا خالص وعجزنا ان احنا نعمل كده فهل يجوز ان احنا نتصدق قال لنا ان احنا نوزى هذا المال في التاركة واذا جم سددنا لهم اموالهم اذا جم سددنا لهم ايه اموالهم ودوت بقى ايه المال دوت على المشاع عندنا الاموال اللي احنا وزعناها بقت على المشاع عندنا في انصبتنا نحن الورثة فاذا عادوا اعطيناهم بمقدار نصبهم اللي وصل لنا لكي لا تتوقف الاموال وتحبس بغير وجه